أشقانة في الجزائر مبارح كمان تعراضوا لل ظلم تحكيمي من بكارِ جاسامه مبارح منتخب الجزائري مع الكاميرون الكاميرون جاب تج три الج الاولاني الجزائر كانت فايزة في الكاميرون واحد صفر فجاعت بتلعب ماتش على ارضها 蒋 جمهور والماء والاستاذ مليان فتقدمت الكاميرون بكاري جسامه خلوبالك اوليها دايما باستفاهام بكاري جسامه ومعروش ص!! اشقانة في الجزائر وما اعترضووش عليه ام عارفين السوابق بتاعته ازاي سبتوحكم لكم المطش ده فالكاميرون تحط جون وهو جون لو رجع للفار كان حسبه فاول على الكاميرون لعب الكاميرون دخل في مدافع الجزائر شاطه وفي الاخر التاني جات له كورة حطها جون في الجزائر وتلعب الشرط الاولان والتاني ولوقات الاضافية والحكم مراحش للفار في اي لقطة رغم ايه الكاميرون العنف رهيب جدا زي مطشنا بالظبط السهنة الكاميرون على ارض الجزائر قادي بكاري جسامة حكم زي مقول لكم من الحكام اللي عليهم دايما مليون معلمة السفهام اللي احنا رفضناه يحكم لنا مطش قبل كده قادي بكاري جسامة وانا والله بسأل اشقانا في الجزائر وانا زعلان عليهم بصراحة انهم خرجوا زينا مبارح ايضا بالتحكيم ما الخروج كان بالتحكيم وتاني طبعا الجزائر اتعدلت في الدقيقة مية وتمنتاشر ده معناه ايه الصعود الجزائر اتين واحد يعني جايين في الدقيقة مية وتمنتاشر تتعدل الجزائر واحد واحد واز بكورة لمنتخب الكاميرون فاول تتلعب في منطقة الجزائر سجل الكاميرون هدف الصعود يعني الجزائر اللي كان راحت راحت الجزائر احتفلت بقولك صدمة رهيبة جدا صدمة الجمال بالماضي جمال بالماضي مش مصدق ده هي كورة يعني لو الجزائر مسكوا الكورة دي خلاص صعدوا كاس العالم ام احتفل لهم صعدوا الكورة ارتدت على جزائر سجل منها منتخب الكاميرون جون وسونج قبل من روح الجزائر قالوا كان رايح كاس العالم وادار الماطش ام بارح ولكن سعدوا الحكم حكم جسامة ساعد سنج والمنتخب الكاميرون ام بارح يصعد يروح كاس العالم ام بارح صدمة للجزائر والشعب الجزائري انت تشوفوا المطش هو اللي تقلب الناس بتحتفل وباقي ثواني جابوا بالثواني دي جون جمال بالماضي ام بارح يبكي والشعب الجزائري ام بارح طبعا حزن والانت في الاخر انت صعدت يعني جمال بالماضي ام بارح مش مصده واي حد بيتفرج مبارح مش مسده ايه ده انا سعدت خلاص واحتفال كورة بقولك الجزائر لو مسكوا الكورة دي تلت ثواني تكسل عالم خلاص انما كورة راحت منهم معرفش ازاي وبتوع الماء الكاميرون ومساعدة الحكم حكم جسامة ساعد الكاميرون مبارح للصعود فلازم نبعارفين ما الذي يجري فعشان كده احنا كمان لازم يكون عندنا يعني ولازم ندعم منتخبنا وندعم الاتحاد المصر وكورة القدم وكل الدعم ليه منتخبنا وزي نبقول كده انه لازم يكون فيه تحركات على اعلى على اعلى مستوى طيب خلينا نروح لسعاد السفير اسامة النقل السفير مملكة العربية السعودية في القاهرة سعاد السفير اولا مساء الخير